انابا صاحب السمو الملكي الامير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر سعادة الشيخ خليفة بن راشد الخليفة وسعادة الشيخ عبدالله بن راشد الخليفة لحضور حفل الاستقبال الذي اقامه سعادة السيد شي تشينغ هونغ سفير جمهورية الصين الشعبية لدى مملكة البحرين مساء اليوم في فندق الريس كارتون بمناسبة الذكرى السابعة والستين لتأسيس جمهورية الصين وذلك بحضور عدد من المسؤولين وعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى المملكة وقد نقل سعادة الشيخ خليفة بن راشد الخليفة وسعادة الشيخ عبدالله بن راشد الخليفة تحياتي وتهاني صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى قيادة وشعب جمهورية الصين الشعبية الصديقة بهذه المناسبة الوطنية وتمنيات سموه للدول الصديقة باستمرار الرفعة والازدهار وأشاد سعادتهما بما وصلت إليه العلاقات بين مملكة البحرين وجمهورية الصين الصديقة من تطور وازدهار في مختلف المجالات في ظل ما يربط بين البلدين الصديقين من علاقات ثنائية قوية ومتميزة تقوم على الاحترام المتبادل والحص المشترك على تعزيز التعاون الثنائي بما يعود بالمنفعة على البلدين والشعبين الصديقين من جانبي أعرب سفير جمهورية الصين الشعبية عن خالص شكره وتقديره على ما يوليه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء من اهتمام كبير بكل ما يدعم علاقات التعاون بين البلدين الصديقين مؤكدا حرص بلاده على توسيع آفاق التعاون مع مملكة البحرين في مختلف المجالات بعد زيارة ميمون الجهات الملكي للصين فوضع البنية الأساسية لتطوير وتعزيز هذه العلاقة التي كان لها دور كبير في تنميهتها في كثير من مجالات مو بس الاقتصادية الاقتصادية السياسية الدفاعية الاجتماعية الاسكانية ونتمنى ان شاء الله يعني دائما لجمهورية الصين شعبية كل تقرير وتطور والإزدهار لأنه فعلا دولة مهمة ولها مع طويل ويعتبرون يعني أهمى بالنسبة لهم مملكة البحرين دولة مهمة لها موقع استراتيجي تطور الاقتصاد اللي موجود شيء مشهود له وخاصة مع افتتاح بعض المشاريع اللي تكون في الصين بالذات المشاريع اللي قامت بها الصين والبحرين يتمتعان بعلاقات وطيدة منذ تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين والعلاقة السياسية في تطور مستمر وكذلك هي العلاقات بين الشعبين وننظر إلى مستقبل هذه العلاقات بإيجابية